اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كيف يدق الله الأرض ويدمرها ويهلكها يوم القيامة بيديه قوة الله عز وجل وقدرته لا يوجد لها مثيل فالله عز وجل إذا قال للشيء كن فيكون قادر على تغيير الكون وتغيير الكواكب وتغيير الأنبياء لكن قدرة الله عز وجل لا يوجد لها مثيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله وقال وما قدر الله حق قدره متفق عليها في بعض الأحيان يتعظم الإنسان في نفسه عند رؤية قوة كثير من مظاهر الطبيعة كالرياح والزلازل والبراكين ويقيص قوتها بما تحدثه من دمار هائل في الأرض والإنسان والحياة بشكل عام لكنه ينسى في خضم شغاله بما يره من قوة مظاهر الطبيعة القوة الحقيقية التي تحرك كل تلك القوة وهي قوة الله سبحانه وتعالى الذي يملك مقاليد الأمر في الأرض والسماء والتذكير بهذه القوة ليس لتخويف العباد من ربهم بل من أجل زرع تعظيمه في نفوسهم تعظيما يولد حبه ويعين على طاعته وشكر نعمه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر في كلامه حول عظمة الله وقوته وكيف أنه بقوته يضع الرحمن السماوات بعظمها على إصبعه والأرض باتساعها وثقلها على إصبع وهذه الجبال التي تتصاغر أنفسنا أمام علوها وارتفاعها يضعها الرب جميعا على إصبع والأشجار بكثرتها والأنهار بطولها وسائر الخلق بتعدده وتنوعه يضعه الرب على إصبع فأي عظمة هي عظمة الله وأي قوة هي قوته سبحانه فكيف يعصيه بشر وكيف يكفر به إنسان ألا ما أعظم حلم الله على عباده ومن مظاهر قدرة الله تعالى أنه خلق الأرض وبسطها لتسهيل الحياة فيها والانتقال فيها من مكان إلى آخر ولضمان معيشة سوية أخرج سبحانه وتعالى منها ينبيع الماء وأنبت فيها الزرع حتى يأكل فيها جميع مخلوقات الأرض قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وقد وضع الله تعالى الأرض للأنام أي أخفضها وجعلها تحت أقدامهم لتيسير انتفاعهم بها وبما فيها من الفواكه والحبوب والنخيل فتكون قوتا لهم والأزهار ذات الرائحة الجميلة قال تعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وخلق الله عز وجل جبالا على الأرض لتثبتها حيث جعل الجبال للأرض كالوتدي للخيمة في تثبيتها فقال تعالى والجبال أوتادة وقد جعل الله عز وجل لهذه الجبال منافع عديدة غير تثبيت الأرض ومن ذلك نبع الماء من داخلها للانتفاع بها فقد قال الله عز وجل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون فالله جل جلاله قوي لا يغلبه غالب ولا يعارضه معارض ولا ينازعه منازع ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع له النفوذ المطلق والسلطان الكامل والتصرف التام لا يعتريه ضعف أو قصور ولا عجز ولا فتور هو القوي الذي لا تنقطع قوته فله سبحانه وتعالى القوة الكاملة من جميع الوجوه قال جل شأنه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لذلك في يوم القيامة وفي نهاية الزمان سيقبض الحق تبارك الأرض بيده في يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه كما قال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وهذا القبض للأرض والطي للسماوات يقع بعد أن يفني الله خلقه وهنا يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة وما عليها من جبال صم تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وفي قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل الناعم كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبيعك ما بعده وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن وهو الصوف كما قال تعالى وتكون الجبال كالعهن وفي نص آخر مثلها بالصوف المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش ثم إن الله تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال وعبر القرآن عن إزالتها مرة بتسيرها ومرة بنسفها في قوله وإذا الجبال سيرت وقوله وإذا الجبال نصفت ثم بيّن الحق حال الأرض بعد تسير الجبال ونسفها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويقبض الله الأرض أي عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته يقال ما فلان إلا في قبضتي بمعنى ما فلان إلا في قدرتي والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه وقدرته وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه أما قوله والأرض جميعا قبضته يحتمل أن يكون المراد به أن الأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة والمراد بالأرض الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان قوله والأرض جميعا لأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتد للمبالغة وقوله والسماوات مطويات بيمينه ليس يريد بها طيا بعلاج وانتصاب وإنما المراد بذلك الفناء يقال قد انطوى عنا ما كان فيه وجاءنا غيره وسيهلك الله الأرض وبعدها يبعث الناس الأموات من أهل الأرض والسماء وسيبعثون أحياء من قبورهم بعد أن أعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم فقاموا ينظرون ماذا يؤمرون وقيل قياما على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به هذا والله تعالى أعلى وأعلم مشاهدين الأعزاء في نهاية لا تنسوا دعمنا بأعجاب للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم جديدنا باستمرار دمتم في رعاية الله وأمنه ورعايته شكرا